إذا كان الكابتن مضحة وأجندته واضحة ومعروفة الكابتن أحمد شو بير رأيه في الإزاعة محتاج منقشة في حتة المؤجلات نسمعه ونتناقش بالحقائق على الأرض إيه حاولك الأهلي في ورطة والورطة الحقيقة مش حلوة مش لطيفة من وجهة نظر يعني ممكن حد يقولي لا كلامك كله غلط ماشي دائما بحب الاختلاف في وجهات النظر يعني جماعة الأهلي بقاله شهر واثناشر يوم ما لعبش مباراة رسمية شهر واثناشر يوم ما لعبش مباراة رسمية في المقابل النادي اللي حيلعبه شباب بوريزاد الجزائري لعب سبع مباريات في الدوري هتقولي بقى 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 الشغل الأهلوية ده وصل الأهلي وتدي مبررات وأعذار ولو قروا للأهل يلعب آآ حيقولك علي معلول مش موجود وديانجي مش موجود وبيرسيتاو مش موجود لأ لأ الموضوع مش كده يا جماعة الموضوع بتتحط ليحة بلان اي و بلان بي او خطة الف وخطة به لانه بصراحة يعني اللي حيب فرع بقى بيغيب عنها لعيب ولا اتنين ولا حتى تلاتة اه فيش مشكلة العب و العب مسابقتك يا جماعة الدوري الاسباني ستة عشرين اسبوعه خلصه ولا خمسة عشرين اسبوعه خلصه و نفس الامر الدوري الانجليزي احنا الاهلي لعب ستة متشاط انتو بتكلموا انتو بتهزروا بتكلموا جد احنا اه شهر يعني احنا النهاردة اتناشر فبراير و عندك توقف لسه قريب تاني الاهلي لعب ستة متشاط من اصل اربعة وتلاتين مباراة دوري ايه اللي انت جاي تقول عليه وبعدين تقول الدوري السنة دي هيخلص خمستاشر سبع حاضر مع لش عشان خاطرنا بقينا تلاتين سبع حاضر ناخد كده كمان كم يوم من تمانية حاضر دلوقتي انا بقول لك الدوري لو خلص خمستاشر تمانية تبقى مواجزة المواجزات مواجزة المواجزات الاهلي هيلعب مع شباب بوليزداد ويطلع من شباب بوليزداد بعدها بكم يوم يلعب مع مدياما الغاني برضو في غانا طب وبعدين خصة شكلها عاملة ازاي الناس يزعل مننا لما بنقول الكلام ده وهتكلم تاني على الموضوع ده يعني ازا عندي وقت في نهاية الحلقة يعني بس لا لا الموضوع لازم يتحسب بشكل جيد يعني يعني شباب بوليزداد مع مواجزة البيض خسر اتنين واحد او خسر مباراة مع الاتحاد السوفي ومع مواجزة البيض واكسب اتنين صفر المباراة التانية هما في المركز التاني بواحد تلاتين نقطة ومشيين بشكل جيد بيلعبوا عندهم ماتشاط عندهم انتظام يعني الاهلي لعب من تمانية عشر يا جماعة تمانية عشر ديسمبر شهر ونص مش شهر ونص صعب جدا صراحة يعني وحتى هم الدوليين ديانج مصاب تمانية سافر اهو بيرستاو غالبا مش هبقى موجود مع الاهلي في البعثة لانه كان لسه موجود لحد مبرح اه اه مع الفرقة بياخدوا المركز التالت اه اه نعرفش بقى هل سافر ولا ما سافرش اه جي ولا ما جاش اه اه النهاردة الاتنين الاهلي مسافر يعني اه بعد بكرة الاربع حيلحق ولا مش حيلحق عدد الماتشاط الكتير اللي لعبوا بيرستاو يعني كان لازم يا جماعة دوري يشتغل يعني شوف الاهلي في ورطة اه الاهلي في ورطة سببها ايه واكد مش الاهلي طيب شاباب بولزداد كان بيلعب والاهلي ما بيلعبش سببها ايه سببها ان كان المتخب بيلعب في عشر لعيبة او حداشر لعب ما بين محلين واجادوا تم استدعائهم للمتخبات بخلاف الاصابات بالاضافة الى ان الفطرة دي ما تلعبش فيها الدوري ده تلعب فيها كاسر ربطة طب مطلوب الاهلي ياخد يعني يتفق كده اعتبروا ماتش الاهلي اه اه اعني ايه الفكرة يعني ايه الفكرة ان اا اه اا اه واكابتن شوبير على الفكرة انا انتفقت معك ان الاهلي فورطة ماشي بالسبب هييمش ان ادي الاهلي خاطعة طيب الناس هتزعى منك لا مش هتزعى منك لسبب لانك انت ايه اللاذا كنت يا كابتن تقص تقول ان الاهلي طلب التأجيل وبيدفع التامن ده ما حصلش طيب كابتن شوبير قالك ممكن حد يقول انت غلط اه انت غلط جدا في المنطق والمعلومة مع كل الحب والتأدير المنطق مش موجود والمعلومة مش دقيقة والورطة اكيدة موجودة والرجل قال لك انا بحب اختلف وجهات النظر رائع الاهلي لعب ست مطشات فقط الاهلي لعب ست مطشات فقط ياريت نفكر بالجدول بس الست مطشات دول لعبهم الاهلي في الدوري طب مين اكتر حد لعب في الدوري يا ريت الجدول يا جماعة اكتر حد لعب في الدوري مين 11 مباراة مش كده على فكرة الزمالك لعب 8 يعني مش اكتر من الاهلي بكتير زمالك لعب 8 بيرامتز لعب 8 في يوتشر لعب 8 يعني حتى الثلاث فرق اللي بيشاركوا مع الاهلي في الموسم الافريقي ملعبوش 11 لعبو 8 الاهلي لعب 6 أكتر حد لعب 11 مباراة شايفين فيه حد لعب أكتر من 11 همها أربع فرق بس اللي لعبوها 11 مش كده ده الحد الأقصى يا كابتو تعرف الاهلي أقصى نادي لعب 11 الاهلي لعب السنة دي ضعفه 22 شايفين الرقم اللي يخض أنت لعبت ستة في الدوري لكن لعبت بعد كده إيه من أول من بداية الموسم لعبت يا كابتن شوير ستة في الدوري المصري أربعة في الدوري الأفريقي كان الاهلي يعتزر على الدوري الأفريقي ولا يلعب كان مختار ضمن الأندية الكتيرة الكبيرة في القرى حسب التصنيف كان الاهلي الأول يلعب الاهلي في الدوري الأفريقي الجديد ولا لا لعب فيه أربع ماتشات دوري أبطال أفريقي زيه وزي بيرامنز لعب خمس ماتشات السوبر المصري الاهلي بطل لعب ماتش السوبر المصري في الدورة الربعية اللي تعملت فيه أهل ماتشة لعب ماتشين 11 ماتش لعب كاس السوبر الافريقي مع اتحاد العاصم 12 ماتش لعب 3 ماتشات في كاس العالم للاندية 14 ماتش 15 ماتش 16 ولعب 6 مباريات في الدورة 22 مباراية فيه ماتش كاس مصر نسخة كاس مصر السنة اللي فاتت ولا كنت تنسحب يعني هل كان الالي ينسحب من كاس مصر وينبي يصعد مكانه الالي ما يلعبش في كاس العالم للاندية ويوفر 3 ماتشات الالي ما يلعبش في الدورة الافريقي ويوفر 3 ماتشات الالي ما يلعبش في السوبر الافريقي ويوفر ماتش الالي ما يلعبش في السوبر المحلي ويوفر ماتشين لما يكون لعبت 22 مباراة ضعف اكبر نادي لعب من بداية الموسم يبقى فيه تجن كبير قوي وأكتر من الأندية اللي بتنفسني فيه تجن كبير أول من واحد يقول لك عواطف وواحد يطبل لحد ويقول لك عواطف أستاذ براهيم أكتر من الأندية اللي بتنفسني ب13 مباراة هي دي ما تشت على فكرة أنا ما روحتش للدوليين بتوعي لعبوا مع المنتخباتهم قد إيه الرقم هيخض لما تضيف لعالي معلول وقاليو ديانج وبرستاو ولعبت النادي لأهل الدوليين الشناء وزميله لما تضيف من البداية لعبوا كم مباراة هتلاقي الرقم لعبت الأهل اللي لعب أكتر من أي حد ربما في العالم كله في الفترة القصيرة دي فإذا نترويج لفكرة حد يقول لك عواطف قال الأهل اللي بتجامل قول لي تجامل فين في دي فده المنطق الأول أعتقد ل22 ضعف الحداشر فانت باصص على الستة في الدوري مبسطش إن الزمالك من غير كاس العالم اللي أندية ومن غير الدوري الأفريقي ومن غير كاس السوبر المصري ومن غير كاس السوبر الأفريقي كل ده زمالك وبرامز ملعبوش فيه ومع هذا لعبوا تمن مطشات فقط يعني فصل مطشين على الأهل في الدوري إيه فكرة إن أنا أحمل الأهل هو اللي عطل الدوري وهو اللي وقفه ده هو اللي دفع التمن هقول لك كمان يا كابتن الأهل لعب ست مطشات في الدوري الباقيين اتأجلوا عواطف ولا ضرورات بالضبط كده يا باشو مندس كان الأهل والزمالك يلعبوا مباراة من الأسبوع العاشر في 15 فبراير تلعبها إزاي والمنتخب في كاس الأمم فاتأجلت مباراة الزمالك والأهل من الأسبوع العاشر الآهل والدخلية الجمعة 16 فبراير اتأجلت بسبب إنه الاتحاد الأفريقي حط 19 فبراير مباراة الأهلي أو 16 فبراير نفس المعاد عايز الآهل يلعب في الجزائر ويلعب في الدوري في نفس اليوم وده مش زن بالربط المصري عشان ما تظلمش حد لأنه الاتحاد الأفريقي هو اللي حدد بعد كده في وقت متأخر مباراة بالوزداد المؤجلة فحطها في نفس اليوم اللي الأهلي كان المفروض يكون بيلعب هنا مع الدخلية مباراة بلدية المحلة كان المفروض تتلعب يوم 29 أكتوبر طب أجلتها ليه؟ الأهلي كان عنده في نفس التوقيت الدور الأفريقي لما وصل للنصف النهائي زد مباراة الأهلي مع زد كان المفروض تتلعب 6 ديسمبر بس بسبب مباراة الأهلي وشباب بالوزداد الأولى في القاهرة يوم 11 لـ 22 اتأجلت حطتها لـ 14 وهو أصلا من 11 لـ 22 مباراة شباب بالوزداد هنا مباراة زد مالك كان محدد لها 27 ديسمبر اتأجلت بسبب مشاركة الأهلي في السوبر المصري فأبو زابي كان هيلعب فأبو زابي يلعب في القاهرة ولما ترحلت للأسبوع لـ 15 فبراير كانت الأهلي بيلعب في الجزائر فاركو كان محدد لها 2 يناير اتأجلت كل مباراة الدوري بسبب فيتوريا طلب معسكر المنتخب يعني ما كانش لها العواطف ولا لغيرها في توريا طلب معسكر المنتخب فأتأجل لسبوع كله طلع الجيش كان محدد لها 19 فبراير سمعتك كابتن عامر حسين قالك المباراتين برا يعني مديامة الغاني 23 في غانا شباب بالوزداد 16 في الجزائر حقك في المباراتين تاخد 3 يام وتفصل وتلعب في الرابع انت يا دوب مشيت على المصطرة وعلى اللايحة اللي أنا كنت عايزة أفكر حضراتكو بيها لأن احنا عرضناها كتير إن من شروط الدوري السنة دي إنه في حال ارتباط أي فريب مباراة خارجية ياخد يوميا ثم يلعب في التالت إذا كانت المباراة في الداخل و3 يام ويلعب في الرابع إذا كانت المباراة في الخارج وده يوم أقل من اللايحة السنة اللي فاتت بالضبط يعني السنة اللي فاتت كان كان 4 و3 دلوقتي 3 ويومين فلما لعب 22 مباراة رسمية خد بالك أنت بتتكلم على مستوى كاس عالم وبتتكلم على دوري أفريقيا وبتتكلم على مستوى تنفسي أعلى وكله سفريات فحتى الضبل ده كلها سفريات كاس العالم للأندية الدوري الأفريقي الصبر الأفريقي الصبر المحلي حتى سفرت الأبوظبي ما لعبتش إلا ماتش إنبي بس هنا واللي بيدفع تمن كل ده الندي الأهل دفع تمن الأهل إزاي؟ لأ عنده كتير جدا من الإصابات في الفترة الزمنية القصيرة دي عشان ما حدش بس يكون فاهم إن التأجيل هدفه يعني إن أنت بتريح الأهل شنوي خالع في الكتف عبدالقادر مزق في الخلفية خالد عفتاح جزع في أربط القدم أحمد نبيل كوكا جزع في الأربطة بين المشطين الأولى والتانية ديانج كادمة في الرجبة كريستو شد في الخلفية وسام أبو علي شد في العضلة الخلفية بيرستاو إجهاد عضلي محمود متولي مزق في الخلفية تعمل إيه مكان كولر الأمر فعلا غريب وعجيب عبر عنه إبراهيم فاي أنه شوف الناس كلها تاخد أجازة لعيبتها تخف ترجع سليمة وتستغل فترة التوقف إلا الأهل تحس إن مكتوب عليك بينه مستشفى حتى جدع الجديد منه شوف اللنج منه الناس عايزة تشوفه اتصابوا كمان وسام أبو علي فتعالى نشوف المصابين في النادي الأهلي عاملين إيه تيم كامل بسم الله ما شاء الله فرقة كاملة محمد الشناوي بنا رجعهم كلهم بألف سلامة خلع في الكتف أحمد عبدالقادر مزق في الخلفية خالد عبدالفتاح جزع في أربطة القدم أحمد نبيل الكوكا جزع في الأربطة بين المشطين الأولى والتانية للقدم دي أنجي كدمة في الرجب في فهمش حد يعني عنده نزل برد يعني في فهمش حد عنده نزل كله مش هنش كله عضم في أربطة يعني بص خلع في الكتف مزق في الخلفية جزع في أربطة القدم جزع في الأربطة بين المشطين كدمة في الرجب ما فيش تهريجة الضوء كريستو شد في الخلفية ده اللي هو الصغير منه يعني فهم ده الخفيف منه عنده شد في الخلفية وسام أبو علي أخذ الخيط أهلا وسهلا جاي خد لك واحدة أصابة جدا واحدة في الخلفية ايه في البسيط منه شد في الخلفية برستو كالترخير الدنيا طبعا هو أصلا عنده إجهاد طبيعة الحال فراح البطولة لعب كل المشط فبقى عنده إجهاد عضلة عام طبيعي لازم يقوم راحة ده طبيعي يعني ثم محمود متولي متولي طبعا بقى له فترة غائب وبعيد فمز في العضلة الأمامية ماذا تفعل أنت لو كنت مكان كولر يعني زي ما بقولك كده أنت بتاخد فترة التوقف دي في بطولة زي بطولة الأمم الأفريقية لو عندك مصاب يرجع واحد أو اثنين تاهل واحد أو اثنين فترجع بقى من شهر كامل شهر بقى حك واخد شهر كامل فترجع تلاقي بقى إيه عندك القايمة كاملة فرجع يقعد بقى يتفرج يشوف مين اللي هيلعب معاه الفترة اللي جاي يعني كمان على رأيك الكامتن إبراهيم أنت لا تعاني فقط من فكرة الظروف الصعبة جدا والمشاة المطلحقة جدا وتغيير الأهداف من محل الإقليمي والعكس وعدد اللعبة كبئة كتيرة الدولية سواء من أجانب ومحليين اللي بيستدعوا لكن ظاهرة الإصابات كمان بالطريقة دي وهم تسع عصابات أربعة منهم شد وإجهاد وخمسة إصابات كدمات وجزع وحاجات زي كده ده دليل إن أولا التنفسية العالية سنين الخروج من الهدف دا للهدف دا للهدف دا وسوء البخت حسمي إيه يعني إيه الإصابات دي كله على رأيك كله ضرب ضرب ما فيش تييمة أي إصابة عندك بتبقى إصابة مؤسرة ما فيش 24 ساعة وتلات أيام وأسبوع وكلام دا